الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرسل الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى هذه البشرية ليس لأن الله يحتاج أن العباد يعبدوه سبحانه وتعالى فيعبدوه الملائكة وتعبدوه من في السماوات وما في الأرض والله غني عن العالمين ولكن الله أرسل الملائكة إلى البشر من أجل هدايتهم كي يعيشوا في هذه الدنيا بسعادة وبطمأنينة ويعيشوا بسلام وإيمان وقبل الأنبياء طبع الإنسان فيه قابلية الخير والشر ولذلك وجدنا من أول الخليقة أن العداوة تنشأ بين الإخوة بحيث أن أبناء سيدنا آدم حصل بينهم التنافس إلى حد القتل وقتل قابيل أخاه هابيل وقد ذكر الله هذا سبحانه وتعالى في سورة البقرة وبين قصتهم إذن بعثة الأنبياء ليس لنعبد الله في الحقيقة لكن عبادة الله وسيلة لكي نصل إلى السعادة الحقيقية التي نحتاجها كي نعيش بها مطمئنين في هذه الدنيا ولذلك عندما جاءوا أتوا إلينا بخير الدنيا والآخرة ولم يكن هذا الخير ليأتي لولا أن هؤلاء العباد يعرفون ربهم سبحانه وتعالى ويعودون إليه ولا عودة حقيقية إلى الله إلا بالتقوى سبحانه وتعالى ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه لذلك كان طريق الخير في هذه الدنيا من خلال الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا فلا تبقى أمامه مصيبة ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا يحمي الهم لهذه الحياة الدنيا ماذا يأكل وماذا يشرب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن كان الله حسبه فماذا بعد ذلك الله سبحانه وتعالى حسبه لن يصيبه شيء لأن الله سبحانه وتعالى حسبه لذلك نحن بحاجة إلى العودة إلى أن نفهم ديننا كي نعيش في بركة هذا الدين بالخير الذي يأتي من باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى نعم